ما حاجتنا إلى الشيخ؟ نعم حاجتنا إلى الشيخ هي حاجتنا إلى كل من يرشد ومن يحث ومن له تجربة كما أن هناك تجارب مادية نصدقها تجارب محسوسة في الاختراعات والاكتشافات هناك في الجانب الروحاني أيضا تجارب يدركها هؤلاء الشيوخ ولذلك تذكرتيني بواقعة كنت جالس فيها مع الشيخ الشعراء وقلت له لي ابن عم كان معارا في غزة وأسراه اليهود فرأى الدكتور محمود الخولي عليه رحمة الله جده الشيخ أحمد أبو هاشم شيخ الطريقة الهاشمية يقول له المنديل اللي في جيب الشيخ الحسيني يعقده سبع عقدات ويقرأ ياسين سبع مرات على كل عقدة ويحلها في آخر عقدة سبع السابعة سيفرج الله عنكم وتحل عقدة أسركم لأنهم كانوا أسرين فعلا عمل هذا بصوا لأ الجهة اليهود يقول له متفضلوا جاء الأمر بالإفراج عنكم وخرجوا فأقول له إيه رأيك ما هذه التجهة قال تجارب الروحية كالتجارب المادية إيش ما أعلمتوا بتصدقوا التجارب في التكنولوجيا الحديثة وفي الحجدي ولا تجربونها في الجانب الروحاني الجانب الروحاني في مجالات مفيدة جدا فيه فالزهاب إلى أحد ما نتوسم فيه الصلاح ونطلب منه الدعاء أو التوجيه أو أن يكون موجهاً للطريق المستقيم أمر مطلوب ترجمة نانسي قنقر